مع بزوغي فجري كل يوم تكشف الحياة عن ملامح جمالها في اتساع ملامح الأمل باستشراف بوارق المستقبل الواعد والمتميز بالإبداع والابتكار وفي زاوية على طريق ذلك المستقبل حيث أنا الآن في مؤتمر التحالف الدولي للمحاميين بلندن وكما تعلمون فإن المبدأ هو اسم جامع للمبادئ وهو ما يبنى عليه الشيء وهو القصر وهو النواة وهو القاعدة لذلك لم يخذ مكان أو زمان من دعاة الفتنة والأشاق الحرار حيث يستمعون ويبثون سمومهم في بعض البشر لبث الفقه والشحناء والضباء بكافة الطوق والضافة للانتفاه أن المستجلين والمعتدين يستردون إلى فكر ما أو أي دولوجية ما أو مصلحة ما مؤكدين أنهم على حق والله أنا سعيدة هذه الأخوان المحامين من جميع الجوة العربية والجوة الخالية أن يكون معهم وشكّع المحامين وشكّك الحجنة يا فرص أنا شكراً لهم على تقريمي وأنا تقريمها اللي كرمتهم يستاهلوا ويستاهل أكثر كلمة للدكتور عادل والله الدكتور عادل جمعنا هذا اليوم لا يباحد عن كلام هذا لو كلمتنا مهما كان ما شاء الله قاموا يعني قمئوا عن الناس قمئوا عن الدول العربية يعني قمئوا عن الدول العالم يعني ما شاء الله وليس عبية كبيرة وتنظيم اليوم تال وكل ما سوى هو سوى تنظيم ممتاز أكساء حسنو حسن دائماً يمكرنا وصل لعنا ما شاء الله عليه والله هو أخ وأب وأخ كبير وكل شيء والله أنا الناس الجيدين مثل الشيخ أحمد أبداً ما إنساهم ودائماً نتواصل كل يوم نتواصل كل يوم سبحان الله ما هو مفهوم العدل والعدالة أنا أسألك اليوم هذا هو أنا اليوم أريد أطرح من خلال برنامج الطيب ولقائج لأن أنت أثرت كلمة الثقافة أنا أثرت الإنسانية فرح نضع الثقافة والإنسانية في ميزان يحملها العدل والعدالة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر